في طار الزيرة التي يقوم بها جلالة الملك المفدى إلى جمهورية مصر العربية الشقيقة وقد اجتماع بين وزير شؤون الكهرباء والماء الدكتور عبد الحسين بن علي ميرزا مع نظيره وزير الكهرباء والطاقة الدكتور محمد شاكر في مقر وزارة الكهرباء المصرية وتمت مناقشة مجالات التعاون بين البلدين الشقيقين في مجال الكهرباء والطاقة المتجددة وقام الجانب المصري باستعراض خبرتهم في تطوير خدمات الكهرباء وزيادة الاستفادة من الطاقة المتجددة حيث أنهم اتفقوا على هدف وطني لإنتاج 20% من احتياجاتهم من الكهرباء من الطاقة المتجددة بحلول عام 2020 وتم التطرق إلى مجال الربط الكهربائي الخليجي والخطط المستقبلية لربط الشبكة الخليجية مع شبكة الدول العربية وبعدها الربط مع الشبكة الأوروبية واتفق الطرفان على تبادل الخبرات وعلى أعداد مذكرة تفاهم بين الوزارتين في مجالات الكهرباء والماء والطاقة المتجددة وفي نهاية اللقاء تقدم الوزير ميرزا بالشكر وتقدير إلى معالي وزير الكهرباء والطاقة الدكتور محمد شاكر والمسؤولين من الجانب المصري الذين حضروا الاجتماع